بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي القدرات الشبحية للطائرات وكيف يتم استخدامها لهزيمة الخصوم والنجاح بالمعارك الجوية للإجابة عن هذه التساؤلات كنوا معنا حتى النهاية في صراع البقاء بين الطائرات صار تقليص المقطع العرضي للرادار أو البصمة الرادارية أو ما يعرف بقدرات التخف الشبحية من أهم المميزات التي ينبغي أن تتمتع بها المقاتلات الحربية وفي عالم بات فيه تخف الطائرة أو الكشف عنها مسألة حياة أو موت فإن قدرات التخف صارت ميزة لاغنى عنها للمقاتلات والقاذفات الجوية وإليكم في هذا الفيديو كيف يتعمل قدرات التخف الشبحية وكيف تستخدمه القوات الجوية للتغلب على الخصوم في القتال الجوي وفي الاستهداف الأرضي القدرات الشبحية للطائرات دفاعات جوية متكاملة بدأت دول كثيرة تستثمر في الدفاعات الجوية المتكاملة في ستينيات القرن الماضي واعتمدت تلك المنظومات على ربط الرادارات الأرضية والجوية بأنظمة القيادة والتحكم التي بات يمكنها أن تصدر أوامر الإطلاق لبطاريات صواريخ أرض جو وقوائد جوية فيها طائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع عند الإشارة وهكذا قام التعويل على هذا التكامل المحكم في التصدي لأي قاذفة مهاجمة تحاول اختراق الحدود في دول ومناطق مختلفة منها فيتنام والشرق الأوسط وأوروبا الغربية كما يقول تقرير أمريكي واقتضى هذا التقدم في أنظمة الدفاع تطويرا مقابلا له في القوات الجوية الهجومية لابتكار وسائل تكتيكية جديدة مثل القيادة والسيطرة المحمولة جوا والحرب الإلكترونية وإخماد الدفاع الجوي للخصوم وغير ذلك تستطيع بها مجموعة قليلة نسبيا من الطائرات أن تخترق دفاعات العدو وتصلوا إلى أهدافها ولكن هذا التطور صاحبته زيادة في المخاطر التي تتعرض لها المقاتلات وطياروها إذن كيف يتم الهروب من الرادارات؟ كان الرادار عماد منظومة الدفاع الجوي وما زال الوسيلة الأساسية للكشف عن الطائرات المعادية فالرادارات قادرة على رصد الطائرات من 150 كم وأكثر وعلى الرغم من أن الرادارات لا تحدد لنا نوع الطائرة فإنها تكشف عن أشياء تيسر السبيل إلى ذلك مثل الحجم التقديري للطائرة وسرعتها وارتفاع تحليقها والاتجاه وكل ذلك كان كافيا لتنظيم الدفاع الجوي وتهيئة القوات الدفاعية من أجل التصدي للهجوم القادم دفع ذلك بعض المخططين العسكريين ومهندس الطيران إلى التساؤل ماذا لو توصلنا إلى وسيلة تتمكن بها الطائرة من التحليق عبر المجال الجوي للعدو دون الظهور على راداره؟ وبدلا من أن نحتاج إلى عشرات الطائرات أو أكثر للقضاء على هدف واحد نعتمد على طائرة واحدة حاملة للقنابل تتسلل خفية من وراء دفاعات العدو المعقدة وتسقط قذائفها وتعود سالمة إلى أرض الوطن من هنا بدأت حكاية القدرات الشباحية للمقاتلات الجوية يعتمد الرادار في عمله على إرسال طيارات من موجات الراديو واعتراضها عند عودتها وتنعاكس الموجات عند استضامها بالأجسام في طريقها فتتنبه منظومات الدفاع الجوي إلى أن طائرات مهاجمة في الطريق إليها وأدرك المهندسون أن موجات الراديو تتأثر باختلاف أنواع الأسطح التي تتعرض لها لكن أحدا منهم لم يتوصل إلى طريقة يمكن أن نتوقع بها على وجه التحديد الاستجابة الصادرة عن تلك الموجات كانت الآثار المترتبة على التوصل إلى كيفية بناء الطائرات المزودة بقدرات التخف من الرادار آثارا هائلة فقد تمكن المهندسون من تصميم طائرات تازن 22680 كيلو جراما وتظهر في الرادار كأنها مجرد نحلة طنانة ما يعني أن نظام الرادار صار عاجزا عن اكتشافها حتى تقترب إلى مسافة معينة وقل لذلك من المدى الراداري الذي يمكن اكتشاف الطائرة فيه من 160 كيلو مترا إلى 32 كيلو مترا فقط وبذلك يمكن للطائرات الشباحية أن تتسلل لبلوغ أهدافها دون اكتشافها من أنظمة الرادار البداية كانت من السوفيت والتطوير كان في أمريكا في ستينيات القرن الماضي طور الفيزيائي السوفيتي بيتر أوفومستيف نموذجا للتنبؤ بكيفية انتشار الموجات الكهرومغناطيسية مثل موجات الراديو عند استضامها بأسطح ثنائية وثلاثية الأبعاد وقد نشرت الدراسة العلمية لهذا النموذج في الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية لكنه لم يستخدم على ما يبدو في أي تطبيق عملي حتى اكتشفه مهندس شركة لوكهيد مارتن الأمريكية وترجموا دراسات أوفومستيف إلى الإنجليزية وأصبحت تطبيقات هذا النموذج أساسا لإنشاء تقنية التخف الحديثة من الرادار توسعت شركة لوكهيد مارتن في استخدام ما توصل إليه الفيزيائي السوفيتي وأثبتت أن بناء الطائرة بأشكال معينة يقلل من البصمة الرادارية لها ونشأ مصطلح المقطع العرضي للرادار للتعبير عن نسبة الأبعاد الهيكلية للأسطح الرئيسية للطائرة المقدمة والجسم والأجنحة والجنيحات والمظلة الواقية لقمرة القيادة وغير ذلك إلى طول الموجة وتبين بالفحص أن الطائرات ذات الأسطح الكبيرة المسطحة مثل القاذفة بي 52 والطائرات ذات المثبت الرأسي الجزء الثابت من الذيل العمودي مثل القاذفة التيكتيكية F111 تعكس كمية كبيرة من طاقة الرادار والأمر كذلك في المخازن الخارجية مثل مخازن الصواريخ والقنابل وخزنات الوقود فهي تعكس كميات كبيرة من الطاقة الكهرومغناطيسية بل تبين أن بعض المداخل الصغيرة في الطائرة مثل مواضع المسامير والفجوات ونتوءات الطائرة يمكن أن تزيد من كمية الطاقة المنعكسة عنها المقاتلة الشباحية والقاذفات كانت الطائرة هاف بلو أول طائرة بتصميم يضع قدرات التخفي عن الرادار أولوية له وقد صنعتها شركة لوكيد مارتين وانفردت الطائرة بشكل خارجي لم يكن له مثيل من قبل فعلى خلاف معظم الطائرات التي كانت تعتمد على المنحنيات والأسطح الرأسية والمداخل الكبيرة والفجوات لامتصاص الهواء كانت أوجه الطائرة هاف بلو تحمل أبعادا ذات زوايا ماسية الشكل ومداخل صغيرة ولم يركب المثبتات الرأسيان تركيبا مستقيما على بعضهما كما جرت العادة بل ركبا بتوجيه متقابل لتشتيت الطاقة المنعكسة عن الجزء الخلفي كانت الطائرة هاف بلو طائرة تجربية لكن لم يمر أربع سنوات إلا وانتجت المقاتلة الشبحية F-117A ولم تكن طائرة تجربية مثل هاف بلو بل كانت طائرة شبحية مقاتلة سباق التسلح دائم من التقنيات والتقنيات المضادة ما إن صار واضحا أن تقنيات التخفي قابلة للتطبيق في الطائرات الهجومية إلا صار التوسع في إنتاج المقاتلات الشبحية هو الغاية التالية فالمقاتلات الشبحية مثل F-22 تستطيع التحليق متخفي على ارتفاع أعلى ونصب كماء للطائرات الأخرى واليوم صارت القدرات الشبحية أساسية في إنتاج مقاتلات الجيل الخامس وتشير التصميم المتاحة لمقاتلات الجيل السادس في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا ودول أخرى مثل تركيا أن التقنيات الشبحية صارت ركنا مفروغا منه في المقاتلات الحديثة ومع ذلك فإن التخفي ليس وسيلة سحرية لاختراق الدفاعات الجوية للعدو ولا اكتساح مقاتلات العدو وإسقاط قاذفاته في السماء بل هي مثل كل التقنيات العسكرية الأخرى سرعان ما تندرج في سباق تسلح دائم من التقنيات والتقنيات المضادة وربما تفضي بنا بعض الوسائل المتقدمة تكنولوجيا مثل الرادار الكمي إلى التخلي عن قدرات التخفي المتاحة حاليا ذات يوم والخلاصة أن هذه التقنية يجب أن توضع في مكانها الصحيح دون مبالغة أو استخفاف ضمن صندوق الأدوات المتاح في الطائرات الحديثة والذي يجتمل على أدوات أخرى مثل الرادارات المتعددة الأغراض وأجهزة الحروب الإلكترونية والأسلحة التي تعمل بالمحركات الفرط نفاثة والذكاء الاصطناعي وأشعة الليزر الهجومية والدفاعية وغير ذلك أحدثت قدرات التخفي الشباحية ثورة غير مسبوقة في عالم المقاتلات الجوية بعد الحرب العالمية الثانية وصارت المقاتلات الشباحية أحد المقاومات الرئيسية للقوة الهجومية للجيوش ومع ذلك فإن التعقيد التكنولوجي والتكلفة الهائلة لتلك المقاتلات جعل الحصول عليها محصورا في قلة من الدول ويوما ما ستنشأ تقنيات جديدة قادرة على تعطيل التخفي والتقليل من فاعلياته أو حتى تجاوزه تماما لذلك نقول إنما تعد القوات الجوية أمرا لا غنى عنه اليوم قد يصير تقنية تقادم عليها الزمن يوما ما متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر